اشتركوا في القناة رغم ظروف تنظيمه عن بعد التزامنه في مرح مع مرحبة التفلاقي والحظر الصحي وذلك بفضل المجهود المكميز لكافة المرسقين الجهوين والإقليمين والمرضمات الموازية وعنون المراضيين الجهوين إن عقاد المجلس الوطني في هذه الضفية ونحن نتواجد في موقع رئاسة الحكومة وقيادة عددية مشكل فوصة متعددة الأبعاد والدلالات فمن جهتهم نحن أمام محطة لتقييم أداء الحزب على مستوى هياك لتنظيمنا خلال السنة التي مدعناها ومن جهتهم تنمية مناسبة للمقوف حول مساهبة الحزب داخل المؤسستين التنفيذية وتشريعية وتكاملها في تنفيذ وتشريعية أهداف الغلال المجهود وهو فوصة كذلك أود من خلالها التعبير عن الشكر البالغ لكافة المناظرين والمناظرات التجمعيين كل من موقعه والتلويه لعملهم الترافع المبني على القرب وكذا وفائكم للتعاقد الذي يربطنا مع المواطنات والمواطنين فضلاً عن الحركة المتصاعدة والدينانية الاستثنائية التي تعرفها مؤسسة الهيئة الموازية ونحن في هذا المحطة الكندينية الكبار واجب التذكير أنه على التكليف الملكي السامي لرئاسة الحكومة غادات الاستحقافات المتخابية لـ 8 سبطان 2021 والتي ملت في أجواء سليمة وشفافة باعتراف الجميع لم ندخل جهداً للشروع الفودي في العمل الميداني من أجل تنزيل أجراءة رؤية واضحة وفاعلة تستهدف تحسين واقع مستقبل كل مواطنين والمواطنات المغالبة على حد سواء انطلاقاً من التوجهات والتعليمات الملكية السديدة وحيث أسرعنا بتشكيل أغلبية حكومية قوية بانسجامها وتضامنها حماية للمواطنين بانتباعات حضر الزمن المنوي في الصراعات والهواجس السياسوية الفائدة كما اخترنا المضي في هذا التوجه على إقراحة كامة تدبيرية تمكننا من الأخذ بزمام الملفات الأساسية للطولة بالفعالية وبالسرعة المطلوبة فقد أخرج هذا الإطار العملي منتق العمل الحكومي من دوامة التغذيات السياسية وفتح المجال للكفاءة والنجاح حضرت سيدة السدى إن حزب تجمع الوطني الأحرار وفاء لقيمه ومبادئه المرجعية الكبرى وبفضل متابرة مناظليه وأبنائه الشرفاء تمكننا من قيادة المشهد السياسي الوطني في ضغفية جد متميزة من تاريخ بلادنا مطبوعة لكثير من الآمال والدحديات والصعاب حيث لم يكن أمامنا سوى الاجتهاد الخلاق والسعي نحو خلق قيمة سياسية مضافة حاملة لأحلام الشبال والنساء مجسدة لتطلعات الأجيال القادمة وقد تم تدويج هذا الطموح التجمعي بعرض سياسي وانتخابي غير مسبوق توخى الدقة والمضوعية في مقاربة أسئلة في المجتمع العديقية وعمل على معالجتها وفقة أسس حديثة نال في الأخير تقة المواطنين والمواطنات التي بوأته الصدارة في استحقاقات الثامن من سبتمبر 2022 وهي استحقاقات 21 وهي الاستحقاقات العامة التي لم تكن بالعادية من نظر لسياقها الزمني في عز تفشي جائحة كوفيد والثاعها تداعيتها وكذا بالنظر لحجم رهانتها كبعائل لترجمة إحداث النموذج التنموي الجديد وهي مناسبة سيسجلها التاريخ بمداد من الفخر والاعتزاز كما ستذكرنا على الدبان بجسامة الأمانة والمسؤولية التي قلدنا إياهم جلالة ملك تكريسا لاتقالة منحها لنا المواطن المغريدي للمساهمة في بناء مغرب تقدم والكرامة كما يريده جلالة المغرب التي سيمنح للجميع أفاقا واعدا وسيجد فيه الجميع طبوحاته وشروعا وآماله المتدر حضرت سيدة السادة كما لا يخفى عليكم فقد انتلقا عمل الحكومة في السياق يتسيم بالعديد من تحديات الإكرهات التي بسات كل دول العالم وما تلاها من تربط طرات جيوسياسية وحيثها كثير من التعقيدات أهمها تداعيات الأزمة الأوكرانية وتوقعات تباطئ النمو العالمي لأكبر ثلاثة اقتصادات العالمي والجميع المتحدة والتحاد في السياق والمغرب لم يكن في منأة عن ذلك حيث أن التقلبات الدولية وما صحبها من ضغوطات تدخلية وارتفاع أسعار التاقة والمواد الأولية والهدائية عالمياً ألقت بذلالها على وضعية الاقتصاد الوطني وخلف التكاليف إضافية بالنسبة لإنسانية الدولة وتعاطياً معها الوضعية فقد باشنا كحكومة سلسلة من التدامير الهادفة لحماية القدرة الشراكية للمواطنين إلى جانب استكمال دينامية إصلاح مهيكرة وإطلاق جيل جديد من الأوراج والالتزامات التي تضمنها البنامج حكومي وفق منهجية تأخذ بعيد اعتبار لكسوب الانتظارات المعلقة وتستند إلى مختلف المعطيات المستجدة وطنية ودولية ولذلك كان لزاماً أن تتوجه مختلف جهود حكومية نحو تحقيق الأهداف التي سطرها البنامج حكومي بخطار تابتة وميقية وواضحة واضحة المعاني حيث لم يعد من المقبول اليوم أن نسمح بالإهضار الزمن السياسي والتنموي ونقوت على بلدنا فوصة حقيقية للانتقال نحو أفق التنموي متقدم ولشك أن سلامة المنطلقات ووجاهة المقاربات التي تتبنتها الحكومة منذ الوهل الأولى في ولايتها وغفرت لها المناعة الكافية والصمود اللازم أمام تقلبات الدولية والأزمات المستوردة مما ساعدها على التفاعد السرعة والفعالية والدخة المطلوبة للحفاظ على القدر الشرائي للمواطني وصمد كرامتها مع إعطاء الأولوية لمن هم أكثر حاجة وكانت أسبقية للأسر الأكثر فقر وحشاشة وذلك بغض من الغيال المورود للميكانيزمات الفاعلة بالاستهدام فبفضل اليقاظة التي حضيت بها مختلف تدخلات الحكومة حكومية في ضاف زمني قياسي تمكننا ولله الحكوم من إصدار السطاة على حصيل المحلية مشروفة خاصة في القطاعات ذات الأولوية في الصحة والحميل والاجتماعي والتعليم والشغيل والاستعمار والفترة الوار والاجتماعي الحقيقي لإرسافي بنافر التقر وهو ما سيؤدينا بالأغلبية متمسكة ومنتقامين بين كافة مكوناتها للمساهمة الفعالية في بناء مغرب تقدم القرامة وتعبيه مصاري تنمية وطنية ومحلية ونعتبر اليوم نحن كنا نعتزل اليوم برسيل حكومة المجلس وفق التجهة السامية ياسبنا الضيصة حيث استطاعنا في ضف السنة الأولى لغوظة المتحدة المتحدة المهمة لتكون بعض الأمثلة تقدم المشهور أولاً تقدم المشهور اكتعي وسط اغتيار الصحي للبان وفق الأسند الزمن الذي حدث جلبت المليك عبار رفع المسبقين من يخلقين خصوصاً بعد إدماج الحوالي وضعات الماليين دي الأسر ومن الفئات الهشة والذي قد يتكلف الدولة بالأذى للمساة المتحدة ثانياً قدنا السنة الأولى أننا نبعو أصوص على الصحي جديد قد يستجد الحاجيات الوطنية وعطينا للتقاء كل المواد والتحييزات التي ستسمحها للتقاء إلى المستوى المشهور بشكل كهدمن المساوات والمجميع وكذلك الجهد للغاية ثالثاً الإيمان دينا بالمدرسة العمومية وأولويةها في مستقبل التلميذ والغاية هو الذي ممكننا من مباشرة إصلاحات عميقة في قطاع التعليم حيث وضعنا خارطة طريق طموحة في أفق 2026 لمن خلالها سنضع الاعتبار من درسة العمومية والمهنة للتدريس وسنضع نفعالية في تحسين جودة التعليمات والمكتسبات الدراسية والارتقائي بظهور في الاشتراكات راضي عن تمكنت الحكومة من العمل على إعاش فوري لسوق شغل من مواجهة أطار جائحة عبر خلق برامج شغل مبتكر كأوراش وفرصة ودعم خيار المقاولة لدى الشباب خامساً خضرنا بفضل الحمد لله ليقدر المصالح الحكومية من دعم القدرة الشرائية للمواطنين وفعلنا العديد من الإجراءات المالية والإدارية لحماية المواطنين من تقلبات الأسعار والضمان التمويل ودعمنا كذلك المهنية للنقل القطاع السلاحة وعدد من القطاع التلفات الدورة سديساً بالنسبة لأهمية الاستثمار كرافعة للإقلاع اقتصاد بردن والتنمو هذا الموضوع أعطيناها واحد أهمية واحد متبعة كبيرة داخل الحكومة وقدرنا في السنة الأولى باش نحسنوه في إخراج ميتات الاستثمار التي طالت الانتظار دياله أزيق من عشر سنة ومناف الأعمال ديال بلدنا كوجهة استثمارية هذا باش تحقق الرياضة في المشاريع الكبرى لخلق قرش والشغل من الشباب والتركيز على القطاع الواعدة على المستوى الجوالي بدون منسوا اتخاذ كبابير وتحفيزات لفائدة مغاربة العالم باش نسهلوا لهم الفرص للاستثمار لدهم تنفيذاً لتعليمات سابعاً نحنا مع كل شراكة اجتماعيين واقتصاديين وضع إيطار منظم لمأساسة الحوار الاجتماعي وتعميق القرارات القطاعية وخرجنا اتفاقات جمع اجتماعية ومهنية باليشاملة ستتساهم في إرساء مناخ الاتفاق وتعزز التواصل بين مختلف فاعلين الماليين في القضايا الراهنة والمستقبلية أخيراً فكل الإسراحات الكبار لبشرنا داخل الحكومة ستساهم من مالش كثير في تعزيز التوازنة المالية والمطور الاقتصادي للملكة ستمكننا من الحفاظ على مستوى عالي من اتخاذ لدى المؤسسات الدولية مناضلات ومناضلي الأحرار نحق نجميع كأحرار أننا نكون فخورين من حق القرارات الحصيرة ونجمع ندافع عليها ونجمع نحضر لأننا بالفعل في بعض المجالات خصوصاً الاجتماعية ونجمع نحقه في درسنا واحدة ذلك شيء ما تحققش واحدة هذا الشيء لأننا كنا نعتبر ونجمع نتعاقد مع المجالات ونجمع ندوفنا وفي أغلى اليوم وحسين بالمسؤولية دينا أمام صاحب جيرانا أمام الشعب الغريب وما زل غدي موصل وقدمنا ربع سينخا وكتر إن شاء الله وما زل لأنه عبد الغريب نحن إلا في بداية في مصر وهو مصر الولي وبغرب من المكتسبات العديدة اللي حققنا في السنة الأولى وهذا شيء ضغرب من المكتسبات العديدة اللي حققنا في السنة الأولى فقد أبت الحكومة إلا أن تضاعف الجهود لتنظيم مختلف تعهداتها من خلال تثغيل مجموعة من إجراءات لكتصب مصرحة بلادنا وفي تغمينها القانون وضمنها القانون المانية في 2023 وهو الذي سيشكل من الطلاقة الحقيقية لتنفيدي الغلاب الحكومي فقانون المانية بضمن إجراءات عملية لتوضيذ أسس دولة اجتماعية من خلال اجتكمال باقنا راحل هذا الدرش موازة مع الشروع في تنزيل إجراءات عملية لتحقيق الإنعاش الاقتصادي تبعينا للتوجيهات الملكية السرية وترجمة للجمامة الحكومية منسجة مع مخرجات المموذج تنوى الجديد كما يعكس بوضوح أسس رؤية المستقبلية لمنظومة اقتصادية اجتماعية المانية إن كل ما ذكرناه يشكل نبدة بسيطة لما حققته الحكومة التي لنا شرف أسيرها والتي الله الحمد تعطي اتمارها يوميا ونحن نرى كيف أن المؤشرات اقتصادية والاجتماعية فلن تحسن كالسياحة التي حققت هذه العام مداخل قياسي وحققت نسبة استرجاع تصل إلى 12 مئة إضافة إلى ارتفاع قياسي للصادرات الغذية في كافة المجالات دون إغفال نجاح بلادنا في التحكم في نسبة التدخم التي تعطي اليوم أقل ما هو مشجل في بلدان الاتحاد الأوركي وأمريكا هذه منجزات تجعلنا نمضي في مصارتنا بالتفاؤل الكبير ولعل الأواشي الحكومية القادمة ردت اعطي زخماً عفواً كبير أكبر من قبيل أواشي إصلاح الإضارة وإصلاح منظمة العدالة وإصلاح قانون الشغل وإصلاح منظمة التقاعد وغيرها بالإضافة إلى تفعيل سجل الاجتماعي الموحد الذي سيمكن في آخر هذه السنة من تعليم التعويضات العقلية على الأصل الغربية وتحقيق عدالة اجتماعية فعلية بعيداً عن مختلف أشكال الانتقائية والانتهازية السياسية مناظري شباب ونساء الأحرار إن الأضوات التلائعية التي يرعبها التجمع على الأحرار للمساهمة في رسم مغرب التقدم والكرم هي نتيجة طبيعة طبيعية نتيجة طبيعية للاستفاف المستمرة للماظره ووقوفه إلى جانب القضايا اليومية المواطنين والإجابة على أسئلتهم المطروحة والحفاظ على مكانة الخزم كفاعل في التحول الديمقراطي والاجتماعي التي تعرفوه بلدنا وهذه القطاة تجد إجادة بمنتخبين أحرار وكافة هياة التنظيمية والمواجئة التي كان لها بإشراف من الموسيقين الجهويين والمحليين ضوهان في النتائج المحصرة وينتضعها ضوء أهم في المحطات القديمة فالجميع ندعو لننخراج في دينامية الأحرار ومواصلة العمل داخل مدان تكريسة لسياسة القرب التي تميز عملها فالحزب يجدد التعبير ويشكل من تنظيمته الحزبية والموازية مجالاً لعمل القواعد حتى يتأدى تعطير لضالها السياسي الذي يشكله قوة اقتراحها وأقترافها نجحة ولقد اقتنعنا منذ البداية بأهمية تنظيمات الموزير ولم نعتبرها أبداً رقماً تكميلياً أو فضاءً بالتأتيت بل آلية لاستقطاب الكفاءات وتفعيل سياسة القرب والإنصار للمواطنين ورهاناً حاسماً عبر تمكينها من الموارد والتعب التنظيمي والسياسي وها نحن اليوم نجري اتمار هذا الخيار التنظيمي خاصة لما يتعلق الأمن المبتداري الوطني الشديدة التجمعية التي تمكنت في وقت قياسي من جديدها يراكلها على المستوى الجهوي بعد المؤتمر الوطني السابع ونجاحها خلال شهر أكتوبر الماضي في عقد جامعتها الصيفية من مدينة أبادير التي عرفت مشاركة أزيد من خلسلة شابة وشاب ممن عبروا عن انقرار قوي في النقاش الهدف وأكدوا أن هذا الملتقى الشبابي مشروع فكري قارب مجموعة من القضايا ذات الراهنية مكروسين مكانة الجامعة الصيفية لشباب الأحرار فأكبر ملتقى شبابي في المملكة سواء من حيث عدد المشاركين أو من حيث التأثير أفضل 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 قلمة المرأة التجمعية بداية شهر مارس المقبل بمراكش وبمشاركة الممتلات وممتلي عدد من الدول السرقة والشرقية أفضل 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 الإمتلات واليوم نختخر بما حتى تكم المرأة المغربية من إنجازات ولعل نجاحات لساء التجمع بمن يتقلب محاصل مسؤولية سواء في الحكومة أو في التجبير الترابي وحير دليل على ما تستطيع المغربية أن تحققها مناظرين ومناظرات أحرار تعد المقاربة الترابية للدنيا من بين أهم الأوراش الكبرى التي انخلطت فيها حيث تجمع الوطني الحارة وذلك بهدف تعسيس سياسة القلب مع المواطنين كأحد متخزات توجه نوي ببلادنا واعتبارا كذلك لكون المجالات الترابية أصبحت شريكا أساسيا لا محيد عنه في مجال الإعدال وتتبع وتخيين السياسات العمومية وبالتالي فإن إيجاز مقاربات ترابية ناجعة من شأنها النهوض بالأوضاع المحلية والمجالية تنمية مجالية مجتمعية وفي هذا الإطار بريد أن نذكر المناظرين التجمعين على أن الإصلاح الجهوي الأخير منهم أصبح يشتوع من عديد من المعطيات التي تهدف الوضع التدابية للتفعي للإصلاح الترابي في أفق بناء مسترويات ترابية مكلة من وقت لترطيل التنمية وتمكن مختلف الفاعلين المحلين من المؤهلات الكافلة بتنمية المجال الجهوي والتنصيق للتدخلات وهذا سياق شكلت مؤتمرات الجهوية والإقليمية لنضمها الحزب بعد مؤتمره السابع المحطات الناجحة مكنت من ترسيخ فلسفتنا في الإنصالة للمواطنين وتدعيم عملياً ميداني والسياسي ضرهنت خلال التنظيمات الحزبية والموازية على أهميتها المواطنين لا ينقطعوا عندما يتعلق الأمر لحزب التجمع الوطني الأحرار باعتبار حزب للعمل الوطني أصيل المستمر حيث يساهم الكل من موقعي في بناء هذا الصحيات المغيب للسجنائي والقوي بميسائه ومجاله شبابه ومؤسسته ولأن الأحرار واعون بأهمية المجال التغابي يهدفون إلى كمية كل تغابي سنسعى كلنا لتعزيز هذه الوطيرة من العمل داخل الفضاءات المغيب حيث ستعطى نهاية هذا الشرط الانطلاق الرسمي للجوالات الجهوية والفدرالية الوطنية للمتخبين التجمعيين انطلاقاً بالمدينة الطنجة التي تم الإعداد لها منذ أسابيع لسيارة عرضي هم متعزيز الوضع الاعتباري للمنتخبين وتقوية قدراتهم التدبيرية ومواكبتهم في إنجاح المختصات الموية للجماعات التغابية نظراً لأهمية عرضي للمزيد من المعلومات لا تنسوش تابعنا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لسات تيفي